اشتركوا في القناة المجموعات قبل ما نخود في حدثنا عن هذه المباراة في البداية ارحب بالمحلل الارياضي المشرفنا ومنورنا في حلقة النهاردة محمد نصر يا محمد شرفنا ومنورنا تسلم يا حمد طبعا القناة منورها بيك انا سعيد ان انا اكون معاك وسعيد ان انا اكون في القناة اللي بتحمل شعار القلعة الاكبر في مصر وفي افريقيا منورنا ومشرفنا في البداية كده فوز مهم جدا بيحمل الكثير من المعاني فوز معنوي وفني مهم جدا صحيح في غياب النهاردة في بعض اوقات المباراة للتنظيم في المباراة لكن جزي جميز ادر برغم الغيابات الكتير جدا عن الفريق النهاردة انه يحقق فوز مهم جدا جدا كان مراهن على ايشو احمد عبد الرحيم ايشو صاحب الهدف الاول والرجل ما كدبش خبر صحيح ما كانش موفق في بداية المباراة لكن ادر يحرز هدف المباراة الاول قبل نهاية الشوت الاول وفي الشوت التاني مع بدايته ادر نبيل احمد دونجا يحرز هدف عالمي هدف الفوز وهدف التعزيز في هذه المباراة امور كتير جدا حدست فيها هذه المباراة لكن اللي علا ابرزها هو اصابة حمزة المسلوسي نجم دفاعاتنا للزمالك اللي حابين نطمن كل جمهورنا عليه حمزة المسلوسي وبعد التواصل مع الدكتور محمد قسامة رئيس الجهاز الطبي ابلغنا ان حمزة المسلوسي تعرض لكدمة في القفص الصدري وبكرة هيبقى فيه فحوصات من اجل الاتمئنان عليه ده كان سبب خروج حمزة المسلوسي ان شاء الله باذن الله تبقى سليمة يا حمزة فوز فيه حاجات كتير جدا وفيه كلام كتير جدا هنقوله ولكن هبدأ مع ضفنا لمشرفنا بنوارنا النهاردة نصر يا نصر شفت المباراة ازاي فوز نزا مالك بهدفين نظيفين في اولى مباراة دور المجموعات في الكونفيدرالية طبعا هو اولا مبروك لجمهور الزمالك ومبروك لمجلس ادارة ناري الزمالك فوز مهمة في اولى مباريات دور المجموعات والمباراة الاولى في دور المجموعات انت محتاج ان انت تفوز فيها علشان تبقى دفعة لك في باقي دور المجموعات خاصة ان انت فريق حامل البطولة فلازم تدخل بشخصية الزمالك بيكوت الزمالك جاي تقول انا بس انا جاي اتصدر المجموعة انا جاي افوز بالبطولة مباراة قدام فريق نظريا انت تقدر تقول ان هو الاقل حظا فيه من بين الفرق الاربع سواء الزمالك او المصري او الانينبال نيجيري بس مباراة انا شايفها صعوبتها في ان هي جاية بعد خصار مباراة قدام فريق كوي زي المصري في الدوري العام وزي ما انت عارف ان المباراة التانية اللي بتبقى بعد خصار مباراة بتبقى صعبة شوية خلي بالك برضو في عدم وجود الجمهور فده برضو اصلا شكلك ده النقطة التانية الاهم اللي انا اتكلم فيها ان هي دور الجمهور بيبقى رقم زي ما بقوله كده اللاعب رقم واحد في الملعب احنا شفنا دور الجمهور في البطولة اللي فاتره وكان ليه الدور الدور الاعظم في فوز الزمالك بالبطولة ومن ينسى المطش بتاع أرلتها السراري انت طالع الشرط الاولاني خسران واحد سفر انت محتاج تفوز بربع اهداف الناس ممكن تفئل الامل بس كان الدور الاعظم في المطش ده بالزيات وفي البطولة عامة بصراحة الدور الجمهور وطبعا ده طول الجمهور الزمالك طول عمره مساند الفريق سواء في السراء او في الضراء النقطة التالتة اللي بيتكلم فيها اللي صعبت المباراة على الزمالك هو فوز فريق المصري طبعا بنقول له ألف مبروك النهارده فوزه على فريق نينبا بس فوز المصري بيجبرك ان انت تفوز في اول مباراة برضو خاصة ان انت خارج نينبا المطش الجاي وبمستوى فريق المزمبيكي اللي احنا شفنا النهارده يقول ان المصري احتمال كبير ان هو يفوز عليه المطش الجاي فكان مهم اول ان انت تفوز في اول مباراة النهارده فطبعا مبروك لجمهور نادي الزمالك الفوز في أول مباراة دولة المجموعة طيب في البداية كده شفت التشكيل إزاي تشكيل جميز إيه اللي لفت انتباهك في تشكيلة النهاردة أول حاجة لفت انتباهه لفت انتباه معظم الجمهور هو أن محمود بن طيج أساسي منذ انضمامه لنادي الزمالك ومقلعب المباراة الصوبر وعايز أقول لك أن محمود بن طيج قدم أوراق اعتماده من أول عشر دقائق مش أقول لك من المباراة كلها قد في مباراة الصوبر الأفريقية قدام الأهلي اللي بالمناسبة النهاردة يوم 27 ده عد شهرين كده على مباراة الصوبر الأفريقية فده ذكرى طيبة على جمهورنا زمالك طبعا طبعا فالنهاردة الناس كلها قالت أن محمود بن طيج أساسي ولو فتوح لعب بما أن نصر ماهر غايب فممكن يدخل رقم 8 مع عبدالله السعيد بس كلنا فوجينا أن محمود بن طيج موجود على الدكة واللي بدأ باك شمال هو أحمد فتوح طب هل ده كان وراه سبب؟ أكيد جميز مش هيركن بن طيج على الدكة إلا لو هيستخدم أحمد فتوح أو عنده فكرة معين يستخدم فيه أحمد فتوح إيه الفكر اللي جميز كان عايز يستخدم أو يستغل أحمد فتوح فيه هي قدرة أحمد فتوح في تنفيذ الأدوار المركبة وجميز حاول يستغل لموهبة وقدرة فتوح في النقطة دي أنه هو يضغط أكتر على فريق بالوزن الموزنبيكي هو عارف أن الفريق الموزنبيكي هينزل المدافع فكان عايز يضغط بأكبر قدر من اللعيبة على الفريق خاصة في بداية المباراة إحنا لو معنا حالات لو نعرضها هللاقي أن فتوح ما بيلتزمش بيه مكانه كباك شمال لا هو بيسيب الباك الشمال خالص وبيدخل جوه جمد دونجا لأن عادة هتلاقي أن دونج في حالة البناء هو بيستغل لفتوح في حتة أنه هو بيقدر في نص الملعب هو بيضم في حالة البناء المدافعين اللي اتنين مدافعين في ظهره هو بيخش على طول في نص الملعب بالضبط لأنه في الحالة العادية لما بنتيج بيبقى باك الشمال هاتي لها دونجا هو المحور رقم 6 وبينزل جميع عبدالله السعيد أو بينزل ناصر مهر عشان يبقى هو القايم بدور بناء الهجمة لو مثلا نشوف الصورة دي هتلاقي أن الصورة اللي قبلها يا ريت الكورة مع عبدالله السعيد وهتلاقي أن النحى دي تلباك الشمال هو أحمد فتوح الصورة اللي بعدها هتلاقي أن عبدالله السعيد بدأ يباصي لأحمد فتوح ودونجا هو اللي في النص الملعب اللي هناك ده ممكن نشوف الصورة اللي بعدها هتلاقي أن فتوح استلم الكورة يا ريت اللي بعدها خش على الصورة اللي قبلها هو هنا هيبصيها للمسلوسة هناك ايه هو كده بصها المسلوسة بالضبط نكمل يا جماعة الصور هتلاقي أيوة لنرجع الصورة اللي قبلها هتلاقي أن اللي معاكورة ده هو فتوح ولاقي عبدالله السعيد هو اللي دخل على نص الملعب هناك ليه علشان عبدالله السعيد يسيب نص الملعب ويزود عدد اللاعبة أو عدد أفراد الفريق اللي موجودين في النص الأمامي على دفاعات الفريق المزنبيكي خلي بالك ده بيس يعني لما بتخلي الحمل على عبدالله السعيد بس في حالة البناء بتستنزفه بدنيا طول المباراة ممكن شوفنا ده في المباراة اللي فاتت ولكن فكرة أن فتوح بيساعد في البناء ده بيبقى أمر إيجابي ومهم جدا بذلك خاصة أن فتوح عنده القدرة أنه هو يعمل كده أنه هو عنده القدرة أنه هو قادر أنه هو ينفذ الأدوار المركبة عندنا حالة تانية تبين برضو فكرة وجود فتوح في نص الملعب لو نعرض الصور هنا الكورة هللاقيها فيه عند الباك اليمين كان المسلوس ساعتها وهللاقي فتوح هو رقم 13 هو اللي موجود في نص الملعب في الحالة دي الصورة اللي بعدها هللاقي فتوح استلم هللاقي فتوح استلم الكورة وهو موجود في نص الملعب فتوح كان بيعمل حكتين لإما يلعب الطولية لمصطفى الشلبي أو يسقط الطولية لسيف الجزيرة في حالة زي كده هللاقي أنه هو سقط اللعب الطولية لمصطفى الشلبي علشان مصطفى الشلبي فاتح على الخط الصورة اللي بعدها دي ديت أثناء اللعب الطولية لمصطفى الشلبي الصورة اللي بعدها هللاقي أنه مصطفى الشلبي لوحده خالص واستلم الكورة عقل كذا مرة مصطفى شلب الكرة دي وبقى واحد على واحد عمل يمكن كمية عرضيات كتير جدا ولكن يمكن في بعضها زبطت وبعضها عشان بيلعبها برجل الشمال ما زبطتش ولكن كان في فعالية وكان الهجوم مكسف من ناحية مصطفى شلب بالزبط احنا بقولك احمد ان احمد فتوح ممكن يلعبها لمصطفى شلب وممكن يلعبها لسيف الجزيرة معنا حالة تالتة لو نقدر نستعرضها بسرعة هنلاقي برضو ان فتوح استلم الكرة في نص الملعب وبعد كده يعني الكرة دي كانت معزيزه وبعد كده استلم الكرة احمد فتوح استلم الكرة ولعبه الطولية اللي بعدها جماعة اللي بعدها احمد فتوح في نص الملعب ومعه الكرة هيلعب الصورة اللي بعدها هتلاقيه ان هو بيلعب الطولية لسيف الجزيرة ده الدور اللي كان طلبه جميز من احمد فتوح وعلشان كده لعب احمد فتوح على بنتي صحيب كان فيها ادوار مركبة لفتوح إيه رأيك في البدء وبالدفع بأحمد عبد الرحيم إيشو ممكن لعب شابه لكن جزوج جميز عنده قناعات كبيرة بيقوه ويمكن راهن عليه النهاردة وكسب الراهن لأنه رجل أحرز هدف زمالك الأول بالضبط أحمد فاتوح ناشي زمالك أحمد إيشو ناشي وعد من قطاع ناشيئين الزمالك جميز مؤمن بيك جدا وعلشان كده اللي ساعد جميز إنه يبدأ بأحمد عبد الرحيم إيشو هي فكرة برضو وجود أحمد فاتوح في نص الملعب لأنه لو مثلا جميز استخدم أحمد فاتوح رقم 8 بدل نصر مهر أحمد عبد الرحيم إيشو مش هيبقى ليه مكان فاللي ساعد جميز إنه يبدأ بأحمد عبد الرحيم إيشو فكرة برضو وجود فاتوح في نص الملعب طيب شايف إن شكل الهجوم اللي الزمالك كان ممكن يقدر في أول عشر دقائق من خلال أخطاء دفاعية كانت كتير جدا كنا ممكن نستغلها شايف إن تأخير حتى الهدف لنهاية الشوط الأول هو عدم استغلال الارتباك اللي كان في فريق بلاك بولز بطل موزمبيوك خلينا نتكلم في النقطة دي من نقطة غياب الجمهور لو نفتكر ماتش نهضة بركان في نهاية البطولة اللي فاتت صحيح وجود الجمهور بيعمل رعب للفريق المنافس الجمهور نفس الفكر اللي نزل بيه النهاردة هو كان نفس الفكر اللي نزل بيه نهاية الكونفرير وكان برضو ساعتها بدأ برضو بأحمد فاتوح في نص الملعب علشان أحمد حمدي ومحمد شحاته يبقى ليهم حرية الزيادة وزيادة عدد الأفراد الزمالك بس الاختلاف وساعتها في نهاية الكونفرير احنا جبنا الهدف أول تلت ساعة هدف أحمد حمدي ربعا ربنا يرجعه بالسلامة بس عدم وجود الجمهور النهاردة ادى رياحية شوية للفريق الموزمبيك ما كانش فيه ضغط عليه يعني كان هو المباراة في الملعب بس نقصة حتة نقصة كده سلاح مهم عند الناس زمالك وهو جمهور الزمالك العظيم بالضبط خاصة يعني مين يقدر يقول ان الجمهور مليش دور خاصة الفرق بتاع شمال أفريقيا ممكن متعودة شوية على الجمهور أما الفرق الأفريقية تأثير الجمهور عليها بيبقى واضح جدا طيب جزيج وميز أول فوز في دور المجموعات لما بنتكلم على السنة اللي فاتت نتكلم على الكونفدرالية الأخيرة اللي بطالها كانت زمالك بداية دور المجموعات ما كانش موجود فيها جزيج وميز يمكن كانت كابتن معتمة جماله هو اللي موجود ولكن قدرت تفوز بعد فترة كبيرة جدا مكنتش قادر تفوز في دور المجموعات حتى على مستوى دور الأبطال مكنتش قادر تفوز أول مباراة دي كانت دايما بتبقى عقدة كده وبتبقى على أرضك وبتتعادل فيها تقدر تكسب في النسخة اللي فاتت ويتم تتويجك باللقب في النهاية وبرضو البداية يمكن مشابهة يمكن البداية أحسن كمان لأنك في الدور التمهيد التاني قدرت تكسب الفريق الشورطة الكيني رايح جاي فشايف إزاي بداية نادي الزمالك مع جزي جميز وفي ظل كمان أنت بيغيب عندك لعيبة مهمة زي أحمد حمدي يجيب عندك ناصر ماهر أحد أهم لعيبة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة ولكن كمان يمكن أحمد حمدي غايب بقى له فترة إن شاء الله هيرجع قريب إن شاء الله ناصر ماهر بقى يمثل قوة كبيرة جدا في الجانب الهجوم نادي الزمالك طبعا محدش يقدر ينكد دور ناصر ماهر خاصة في المغارات الأخيرة واستخدام الجميز ليه بس عايز أقولك أحمد أنا مؤمن بمبدأ أن الزمالك لازم ينزل لعيبة الزمالك لازم تنزل بشخصية الزمالك أنا ماينفعش أتعادل أنا ماينفعش أخسر مهما كان المنافس بتاعنا مين إحنا لو نفتكر بطولة 2019 أول مرش في المجموعات فريق جرمهيا الكيني وخسرت الزمالك 4-2 عملت لنا مشكلة في دور المجموعات دي بس الحمد لله ربنا كرم في باقي دور المجموعات وقدرنا نصعد كانت مشكلة الناس كلها كانت عملة ساعتها تقولك أنت خلاص خرقت وانت حصلت المجموعة وانت مش عارف إيه وفي الآخر نزمالك صعد وفاز باللقب في النهاية يعني في 2019 بالضبط ده الشخصية اللي لازم لعيبة الزمالك تنزل بيها أي مباراة سواء في بداية دور المجموعات أو في أثناء دور المجموعات شايف المنافسين في مجموعة نزمالك إزاي؟ فريق أنيام بناجيري فريق بلاك بولز الموزمبيقي فريق المصر البورسعيدي شايف المجموعة إزاي؟ تعال نشوف مع بعض ترتيب الفرق المنافسة للزمالك في دور المجموعات بالنسبة لدورياتهم لو نستعرض مع بعض النتائج الفريق دي هللاقي مثلا فريق بلاك بولوز الموزمبيقي هو بطل الدوري الموزمبيقي نستعرض قدامنا هللاقي أنه هو لعب 22 مباراة فاس في 15 ويتعادل 6 مباريات وخسر مباراة واحدة لو نشوف مثلا فنتائج فريق نينبا في الدوري النيجيري هللاقي أنه هو في المركز الرابع هللاقي أنه هو في المركز الرابع لعب 12 مباراة فاس في 5 مباريات وتعادل 5 وخسر مباريتين بس الفريق الرابع الفريق التالت هو طبعا اللي هو يعد هو الفريق الأقوى والمنافس الأقوى للزمالك في دوري المجموعات هو فريق المصري المشارك معنا في دوري المصري هو في المركز التالت لعب 3 مباريات فاس مباريتين ويتعادل مباراة واحدة جميل شايف حظوظنا بقى في النقاط القوى اللي عنده مثلا فريق المصر البورسعيدي فريق نينبا فريق بلاك بولز بطل موزنبيق شايف من يعني طبعا فريق المصر احنا عارفينه وعندنا مباراتين مباراة في نص ديسمبر ومباراة في أول يناير شايف المباراتين دول إزاي بالتحديد لأنك في آخر المباريات أمامنا المصري قدامك تحدي مهم جدا لأنك خسرت في الدوري من المصر البورسعيدي شايف بناء على الأداء اللي ظهر عليه الفريق الموزنبيق النهاردة أو فريق نينبا نيجيري قدام فريق المصر النهاردة يقول إن المنافس الأقوى هو فريق المصري وده لازم يجبر إزاي مالك إن هو المطشي جاي أمام نينبا نيجيري في نيجيريا لازم يطلع بنتيجة إيجابية اللي هي الفوز علشان لما يرجع يلعب المباراة التالتة والمباراة الرابعة قدام فريق المصري في القاهرة هيبقى هم دول المبارياتين اللي بيحددوا بطل المجموعة يعني بطل المجموعة أو مركز الأول والتاني في المجموعة بالضبط ولو عشان كده بنقول إن الفريق المصري هو الفريق الأقوى والمنافس الأقوى للزمالك في دوري المجموعة شفت إزاي هدف إيشو إيشو النهاردة أحرز هدف كان بعد فترة كده في المباراة أو في إيشوط الأول ما كانش بيقدي بفعالية اللعب كله كان مكسف من ناحية مصطفى شلبي مش ناحية اليمين ولكن إدر يحرز هدف ورأيك في الهدف العالمي اللي نبيل عمد دوني لو هنتكلم على الهدف بتاع أحمد عبد الرحيم إيشو معروف على الفرة الأفريقية أنه هو سوء التنظيم في الضربات السابتة فالزمالك استغل عدم التنظيم الجيد للفريق الموزنبيكي في الكرات السابتة وقدر يحرز منها الهدف الأولاني لأحمد عبد الرحيم إيشو طبعا الهدف الثاني لنابيل الدونجا اللي أنا شايفه طبعا هو أفضل رقم أفضل هدف لحد الوقت بصلاح نبيل عمد دونجا نفسه هو رقم أفضل للاعب ستة في مصر وطبعا بيقدم أداة كويس مع الزمالك الفترات الأخيرة أنه هو يستغل مهارة أو إمكانية التصويب عنده في إحراز الهدف خاصة أحمد عايزة أقولك أن أهمية الهدف ده أنه هو جيه في بداية الشوط الثاني أنه أنت خلاص ما سمحتش لفريق الموزنبيكي أنه يرجع في المباراة لأنه لو الشوط الأولى الشوط الثاني عادة منه ربع ساعة في تلت ساعة ممكن هجم عشوائية للفريق الموزنبيكي يحرز مين هدف يلغبط لك المباراة بس أن أنت تحرز هدف مهم في بداية الشوط الثاني أنت قتلت حرفيا المباراة على الفريق الموزنبيكي تعالوا نروح لتصرحات جوزيجو ميز بعد المباراة كان ليه تصرحات مهمة بعد لقاء بلاك بولز بطل موزنبيك كان جوزيجو ميز بعد المباراة في المؤتمر الصحفي كان ليه حديث في المؤتمر صحفي تكلم عن أنه هو سعيد جدا بعقلية لعب الزمالك أنهم قدروا يفوزوا في المباراة سعيد جدا بأداء معظم اللاعبين كان مراهن على إيشو وزي ما بنقول كده كسب الرهان تعالوا نبص مع بعض كده على التصرحات إجمالا يمكن جوزيجو ميز قال إن أنا سعيد جدا إن أنا استخدمت عدد من اللاعبين يمكن ما بيشاركوش يمكن إيشو ما بيشاركش ولكن قدر النهاردة يشارك ويحرز هدف المباراة الأول قال إحنا بنمتلك بعض المشاكل غير عادية مثل اللعب في الإمارات أمام بيراميدز وموقف ساعتها كان صعب جدا حصل لنا دي الزمالك بعد كده بترجع وتبدأ الدوري بتكسب مباراتين وبتخسر التالتة أمام المصري البورسعي لما تسأل عن مش لاك الراجل قال مش لاك لعب في مركزه أو ما لعبش في مركزه من الصعب ومش من العدل إننا نحكم عليه في مباراة اليوم فالراجل اتحرك تحرقات جيدة جدا ولو كان وصلت له الكرة كان هينفرد بالمرمى في أكتر من مناسبة قال أنا راضي عن أداء كونراد النهاردة واتكلم كمان عن وجود المصري لما تسأل قال له تسأل عن نادي المصري وهو نادي المصري بيلعب معنا الزمالك في نفس المجموعة قال هو أمر إيجابي لأننا نلعب في مصر السلبي إنهم فريق قوي ولازم نحترمه بشكل كبير جدا وهتوخى الحظر أكيد في مباراتي نادي المصري في منتصف ديسمبر وفي أول يناير تسأل هل المنافس القادم في تاني جوالات تدور المجموعات هل هتكون مباراة سهلة أو لا أمام أن ينبأ النجيري رجل قال مباراة أن ينبأ مش هتكون سهلة وبنحترم كل الفرق وأصبح دلوقتي كل الفرق النهاردة بلاك بولز في بداية المباراة انت بتغطى 45 دقيقة مش قادر تحرز فيه هدف صحيح عندهم أخطاء وصحيح الكواليتي بتاع اللعيبة أقل ولكن أخر الهدف مع نادي الزمالك وطبعا حارس المرمى تقلق بشكل كبير جدا في الشوط الأول قال كمان اتكلم في الآخر على عمر فرج لما تسأل عليها لهو محتاج وقت أكبر إنه ياخد فرص أكتر في المشاركة وأكيد هو لاعب جيد وهيعتمد عليه في المباراة القادمة نروح ليه تصريحات مدرب بلاك بولز بطل موزمبيو طبعا الراجل إجمالا كده أشاد بشكل كبير جدا بلاعبي باللعبة قال إنه هما كانوا لعبة عندهم شجاعة كبيرة جدا في مواجهة بطل من أبطال إفراكا نادي الزمالك ولكن الأمر الآخر كمان اللي تكلم فيه بيجابية قال إنه نادي الزمالك فريق كبير جدا واستحق الفوز على مباراة ممكن دي أبرز تصريحات مدرب بلاك بولز ومدرب نادي الزمالك جزي تعالي الكلم عن قائمة نادي الزمالك أنت بتكلم على قائمة نادي الزمالك في النسخة اللي فاتت وفيه بعض الفروق وفيه خروج للعبين وفيه انضمام لبعض اللعبين شايف إزاي نادي الزمالك وشايف كمان إيه اللي محتاجه نادي الزمالك في بعض المراكز طيب خلينا يحمل عشان نتكلم على القائمة خلينا نتكلم الأول على موعيد مباريات الزمالك في باقي دوري المجموعات لو المطش الجاي الزمالك خارد ليه أن ينبى في نيجيريا يوم 8 ديسمبر الجولة الثالثة الزمالك هيلاعب المصري يوم 15 ديسمبر الجولة الرابعة مع المصري يوم 5 يناير وطبعا ده الجدول المعروض قدامنا على الشاشة الجولة الخامسة الزمالك هيخرج ليه بلاك بولز الموزنبيكي يوم 12 يناير والجولة السابسة الزمالك هيستضيف إن ينبى الناجيري يوم 19 يناير أنا ليه بعرض موعيد مباريات الزمالك علشان أتكلم أن الزمالك هيلعب 3 مباريات في شهر يناير يعني بعد أنه يكون عنده القدرة في إضافة اللعبة لو نقدر نستعرض مع بعض قيمة نادي الزمالك وخلينا نقارن بين قيمة نادي الزمالك 24-24 اللي نهت البطولة اللي فاتت وقيمة الزمالك 20-25 اللي هيكمل بها البطولة الحالية لو هنتكلم مثلا على حراسة المرمى هنلاقي أن في 20-24 كان موجود محمد عواد ومحمد صبحي ومعاز علاء وعبد الرحمن نفاد أما حراسة المرمى 20-25 هنلاقي فيها أن محمد صبحي ومحمد عواد ونضف عليهم محمود الشناوي وعمر عبد العزيز لو هتيجي القارن ما بين الاتنين هتلاقي أن ما فيش فرق بينهم خاصة أن اللي بيلعب أساسي ومحمد صبحي ومحمد عواد لو نخش على خط الدفاع هنلاقي كان موجود في خط دفاع الزمالك في قيمة 2024 حمزة المسلوسة وعمر جابر وحسام عبد المجيد ومحمود حمد الوينش ومصفة الزناري وأحمد فتوح ومن اللعيبة اللي كانت موجودة في 2024 وخرجت محمود علاء وياسر حمد ومحمد عبد الشافي أما قيمة 25 اضاف عليهم أحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنطيج ومحمد حمدي وأحمد محمود وكوستا اللي تأيت تحت السن لو هنتكلم مثلا عن خط الدفاع هنلاقي إن الزمالك دعا كلمنا كده عن خط الدفاع نتكلم بقى عن خط الوسط تمام خط الوسط هنلاقي فيه إن موجود فيه نبيل عماد ومحمد شحاتة وزياد كمال وأحمد حمدي وأحمد مصطفى زيزي ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق الشيكبالة ومحمد عاطف واللي كانوا موجودين بس ما دخلوش القيمة الأفريقية مهابي ياسر واللي رحلوا محمد أشرف روءة ويسف أوباما وسير عبد الله ومتيابة وابراهيم نضاي اضاف على الأسماء اللي موجودة في القيمة الحالية اضاف عليهم محمد السيد أحمد عبد الرحيم إيشو وعبد الله السعيد اللي كان موجود عبد الله السعيد اللي كان موجود من الموسم اللي فات بس نظرا لاشتراكه مع فريق برامز فما شاركش مع الزمالك في البطولة اللي فاتت بالإضافة إلى ناصر ماهر ومشلاك لو هنبص على خط الهجوم هنلاقي ان كان موجود ناصر منسي وسيف الدين الجزيري وسامسون ونضاف عليهم حسام أشرف وعمر فرج وسير النظاي لو هنقول ملخص الفرق ما بين القيمة عشرين أربعة وعشرين وعشرين خمسة وعشرين هنلاقي ان الزمالك في حاجة كبيرة إلى وجود مداتع خاصة ان محمود حمد الوينش مصاب ولسه بيجهز ان هو يرجع ومحن دي نشأل حسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي اللي هو اصلا كان باكي مين بس نظرا للنقص العددي في السرد بكات بتاع الزمالك ومعك مصطفى الزناري طبعا وطبعا مصطفى الزناري بس برداء ده ما بيشاركش باستمرار يعني انت بتتكلم على اللي بيشاركه باستمرار حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد وحسام عبد المجيد بس ده طبعا يستدعي لي التعاقد مع لان عندنا منافسات كتير طبعا باكير يعني نظرا لطريق زي الزمالك بيشارك في بطولة الدوري وبيشارك في البطولات الأفريقية وبيشارك في كاس مصر وعندك ماتشة صوبر المصري وان شاء الله بعد الحصول على البطولة الأفريقية نشارك في الصوبر أفريقيا فنظرا لكسرت عدد المشاركات اللي بيشارك فيها الزمالك فدي بيستدعي ان انت يكون عندك بديل واثنين وثلاثة والثلاثة يكون على نفس المستوى ما يبقاش فيه رنج واسع ما بين اللي بيلعب أساسي واللي قاعد احتياطي خاصة ان انت ممكن للظرف في أي مباراة ان انت يستدعي وجود اللاعب الاحتاطي فعلشان كده لازم يبقى يكون اللاعب الاحتاطي على نفس القدر وعلى نفس الكواليتي بتاع اللاعب الأساسي طبعا بالاضافة ان الزمالك برضو محتاج لاعب ستة احنا بنشوف في غياب نبيل عماد دونجا بيبقى فيه أزمة شوية في اللاعب اللي هو رقم ستة طبعا محمد شحاتة بيقدم محمد شحاتة بيقدم مستوى كويس بس محمد شحاتة انت ممكن تستخدمه ان هو يزيد ان هو رقم تمانية انا بتكلم على رقم ستة اللي هو المحور رقم ستة طبعا بالاضافة الى الحاجة الكبرى للزمالك في وجود وينج شمال يكون راجل هداف خاصة ان مش لاك لحد الوقتي ما اثبتش وجوده مع الزمالك ويمكن الراجل تسأل النهاردة قاله هو محتاج وقته ولكن انا شايف ان هو بيصنع فرص كتيرة وفي مشكلة ممكن تكون مثلا فيه لعيب عندك بيجي بشخصيته بيعمل البومنج من اول ديها زي محمود بن تايج وفي لعب بيبقى واحدة واحدة بياخد على الاجواء بس خلينا اقولك احمد ان اللعب الاجنبي اللي تجيبه هو ما ياخدش فترة كبيرة للتعاقل انت جايب لعب اجنبي بتتفعله بالدولار فلازم يثبت نفسه من اول مطش وتاني مطش مين تاني محتاجه انه الزمالك في المراكز انا شايف بصراحة ان هو طبعا عمر فرج لحد الوقتي ان شاء الله يثبت نفسه مع الزمالك بجانب حسام اشرف المركز اللي انت محتاجه لا مركز اللجوم انت محتاج لعب رقم 9 صريح محتاج لعب ونجي شمال صريح محتاج لعب رقم 6 ومحتاج مدافع هنكمل كلامنا عن المباراة حصوصنا الزمالك فيه لكم فدرالية والمبارايات اللي جاية ولكن هستأذن حراكم نروح لفاصل قصير وبعده نستكمل زمالكاوي ابقوا معنا هو من لا يختلف اثنان على موهبته الفذة في عالم كرة القدم فتلاعب بالمنافسين كيفما شاء داخل المستطيل الاخضر لتلقبه جماهير الزمالك بالحاوي هو النجم حمادة عبداللطيف حمادة عبداللطيف من موليد عام 1963 وتعلق بقميص فريق الناشئين بناد الزمالك وهو دون الرابعة عشر من عمره قبل ان يكتب شهادة ميلاده الكروية مع الفريق الاول بداية من عام 1982 مع المدير الفني اليوغزدافي في زوفيتشا ويبزغ نجمه بشدة في سماء ميت عقبة رفقة النجوم الكبار في ذلك الجيل وساهم الحاوي خلال مشواره مع الزمالك في تتويج الفريق بسبعة القاب على رأسهم عناق بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري مرتين كذلك لقب الافرو اسيوي وتتوي جينب الدور العام ومثلهما بكأس مصر ورحل حمادة عبداللطيف عن اسوان ميت عقبة لخوض تجربة احترافية في سلطنة عمان مطلع التسعينات قبل ان يعود مجددا لقلعة زامورة ثم يغادر من جديد موجها قبلته للدور اللبناني ثم اعتزال المستديرة حاوي الزمالك حمادة عبداللطيف الذي انتزع اهات عشاق القلعة البيضاء بمهاراته المذهلة على مدار تاريخ حافل مع المستديرة لم يكن محظوظا من حيث تمثيل منتخب مصر الاول مقارنة بما يتمتع به من امكانيات فنية كبيرة يبحث عنها كل مدير فني حيث كان غياب الحاوي عن تمثيل الفراعنة في مونديال تسعين علامة استفهام كبرى لم يجد لها احد اجابة الزمالك كان ولا زال وسيظل قلعة رياضية عريقة في مصر والوطن العربي تحتضن اصحاب الذوق الراقي والرفيع في عالم الفن والثقافة وتحتوي وتساند المواهب العربية بمختلف اشكالها تغلب فريق الكرة الاول بناد الزمالك على حساب نظيره بلاك بولزا المزنبيقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الافريقية افتتح احمد عبد الرحيم ايشو اهدف الزمالك في مرمى بلاك بولزا بالدقيقة الخامسة والاربعين وعزز نبيل ايماد دونغا تقدم الزمالك بهدف ثاني بالدقيقة الخمسين من تزديدة صاروخية سكنت اعلى يمين المرمى ليحسم فوز الفارس الابيض ويحصد الفريق اول ثلاثة نقاط في مشواره بدور المجموعات بهذا الفوز يتصدر الزمالك ترتيب المجموع الرابع برصيد ثلاث نقاط متساويا مع المصر البورسعيدي بينما بقي رصيد بلاك بولزو انيمبا النيجيري خاليا من النقاط وسيواجه الزمالك نظيره انيمبا النيجيري في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكنفدرالية يوم الثامن من ديسمبر المقبل في نيجيريا الزمالك يفتتح مشواره في مجموعات الكنفدرالية بانتصار ثمين قاطعا اولى خطوات رحلة الدفاع عن لقبه القاري اهلا بكم من جديد مشاهد زمالكوي في كل مكان استكمل حدثنا مع المحل الرياضي محمد نصر محمد شايف ازاي الفترة اللي جاية لنات زمالك عندنا مباراة يمكن انت سارت مواعيد المباريات شايف مثلا قبل نهاية المباراة عندنا مباراة ازاي على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الكنفدرالي عايز اقولك حمد ان احنا الزمالك لعب تلات مباريات في بطولة الدول العام فاز بمباراةين ويخسر المباراة الاخيرة قدام فريق المصري بالاضافة ان هو بدأ بداية دولة المجموعات النهاردة وهيلعب مباراةين كمان قبل النهاية الزمالك دايما انا عندي مبدأ في ان هو ياخد مباراة مباراة يعني النهاردة اللاعب الفريق الموزنبيك فاز يقفل عندنا المباراة اللي جاية مع المحلة يبقى كل تركزنا على فريق المحلة خاصة ان انت ممكن تلعب مباراة في الدول العام وبعد كده ترجع لأفريقيا وبعد كده ترجع للدول العام فمهم او ان انت ما تشتتش النقف نفسك خذ مباراة كل مباراة على حدة ركز في كل مباراة لوحدها ففوز بيها اقفل عليها ركز على اللي بعده خاصة ان الفريق السناري بما ان هو حامل بطولة الكنفدرالي السنة اللي فاتت فمهم اوي ان هو يفوز بيها السناري بالاضافة ان هو لازم يبقى المنافس الاقوى بل ان هو يحارب على بطولة الدول العام فوزك ببطولة الدول العام بالاضافة الى فوزك ببطولة الكنفدرالي اعتقد ان هو هيبقى دل الترجع بتاع فريق نادي الزمالك ومجلس ادارة نادي الزمالك وبالتالي جمهور نادي الزمالك شايف ازاي تجربة جميز مع نادي الزمالك من بدايتها لحد النهاردة ازاي شايف ادارة جميز الفنية مع نادي الزمالك أنا شاف من وجود نظري أن جمز من المدربين الكبار اللي جم في تاريخ نادئ الزمالك أن أنت تيجي تدرب فريق نادئ الزمالك وتفوز ببطولتين أفريقية في وقت بسيط ده شيء عظيم خاصة أن الفوز بالبطولة الأفريقية ده بيبقى ليه أهمية الكبرى طبعا بالإضافة إلى بطولة الدولي مش معنى أن احنا نفوز ببطولة أفريقية أن احنا ننسى بطولة الدولي بس بناء على الظروف اللي موجود فيها نادئ الزمالك والمشاكل اللي بتقابل مجلس إدارة نادئ الزمالك والغيابات اللي بتقابل الفريق ونقص الفريق طبعا اللي كلنا شايفينه فإن جميز يعمل الشغل ده مع الفريق وطبعا بالإضافة إلى أن هو بيعمل مش بس بيفوز بطولات لا ده فيه شغل فني بيحصل مع اللعيبة على أرض الملعب فأنا شاف لحد الوقت جميز تجربته نكحة مع نادئ الزمالك إن شاء الله يتوج المجهود ده ومجهود مجلس إدارة نادئ الزمالك ومجهود اللعيبة بالفوز بالبطولات في نهاية الموسم علشان يكتمل النجاح بشكل عام إن شاء الله تمام لو رحنا لملف تاني يمكن بعض أنتم محضرين لبعض الحاجات كده ولكن يمكن في بعض الناس بتتكلم وبترجع تاني للحديث عن نادئ الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر نادئ الزمالك بطل القرن أو نادئ القرن الموضوع عدى عليه كتير جدا ولكن لسه فيه ناس برضو بتحب تتكلم فيه وبتحب تتكلم فيه وبتحب تتكذب عينيها وبتحب تخلي الأرقام لا مش هي الأرقام تعالى تروح لمعايير تانية أصل النقاط أصل الألقاب شايف أنت القصة دي زي الطبع بالنسبة لنقطة الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر اللي أطلقها رئيس نادئ الزمالك هو بيقول الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر انت قلم زعنك هو بيقول على الزمالك هو جاب سيرة فريق تاني جاب سيرة نادي تاني هو ما جاش ناحية هو بيقول على الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر قول على نفسك زي ما تقول قول ما تحب ما حدش راجعك براحتك بالضبط يعني انت اقول اعظم فريق في الكون انت بتقول محدش كلمك بالضبط انا بقول على نفسه اكبر قلع رياف مصر ده تصريح انا بقول على نادينا فهو رئيس نادي الزمالك اقلق الجملة دي الجملة دي يزعلت ناس يزعل ده بالنسبة للجملة اكبر قلع رياف مصر خلينا اقولك بالنسبة ان انت قلت نادي القرن انا ما عنديش مشكلة ان اي جمهور او اي اعلام خاص بفريق ان هو يتكلم على فريق تاني احنا كلنا فهم نفسها واحد فما فيش مشكلة ان انا اتكلم عليه وانت تتكلم عليه بس المشكلة ان احنا نتكلم ما نحترمش عقلية الامور او المشاهد اللي احنا بنكلمه الفترة اللي فاتت احنا شفنا احد اعضاء مجلس ادارة احد الاندية في برنامج خاص بقناتنا دي ايضا مجلس ادارة على قناتنا دي طلع في برنامج ما فيش مشكلة بس المشكلة ان انت تستدعي اسم الزمالك خاصة في حدث ما هوش رأي يعني انت شفت حد مسؤول من نادي الزمالك الفترة اللي فاتت اتكلم على نادي القرن ما فيش فانت ليه تستدعي اسم الزمالك وتفتح قضية نادي القرن دلوقتي خلينا اقولك ان احد الاعضاء ده اتكلم على ان الزمالك في القرن العشرين فاز باربع بطولات دوري ابطال افريقيا اللي كانت اسمها كأس افريقيا للاندية البطلة 1984 1986 1993 1996 اتكلم على ان الزمالك فيز باربع وتمانين وستة وتمانين وستة وتسعين وما كانش ليه الحق في المشاركة وركز في الجملة دي انه هو الزمالك ما كانش ليه الحق في المشاركة وشارك علشان الاهلي ما شاركش في ستة وتمانين وستة وتسعين والمقاولين ما شاركش فيه اربعة وتمانين تعالى نستعرض مع بعض ايه اللي حصل في اربعة وتمانين وستة وتمانين وستة وتسعين ونشوف هل فعلا الزمالك ليه حق المشاركة ولا لا وهي دي القضية او الجملة اللي نبني عليها هو الزمالك خد حاجة مش حقه لما نشوف جدول ترتيب دوري سنة الف تسعمية اتنين وتمانين تلاتة وتمانين واللي على اساسه تحددت الفرق المشاركة في البطلات الافريقية هللاقي ان النادي المقاولين هو بطل الدوري ونادي الزمالك هو في وصيف الدوري والنادي الاهلي هو المركز التالت ومع ذلك تأهل نادي المقاولين لكأس افريقيا ابطال الكؤوس وشارك الزمالك في ابطال الدوري اللي هي اربعة وتمانين اللي فاز بيها وشارك الاهلي في كأس افريقيا ابطال الكؤوس اولا ليه المقاولين شارك في كأس الكؤوس وهو بطل الدوري وكان المفروض يشارك في ابطال الدوري لان المقاولين فاز باثنين وتمانين وفاز بثلاثة وتمانين وكان فيه قانون زمان ان لو فزت بثلاث بطلات متتلة فانت بيبقى لك الحق يحتفظ بالكأس فالمقاولين حاب ان هو يحتفظ بالكأس ويشارك حقه حد أكبره أنه هو يشارك في كأس الكؤوس لأ وبناء على مشاركة المأولين بطل الدوري في بطولة كأس الكؤوس شارك الزمالك ووصيف الدوري أنه كان حقه لما أنه هو وصيف الدوري شارك فيه أبطال الدوري فهنا الزمالك ما خدش حاجة مش حقه لأ هو حقه علشان كان وصيف الدوري أنت كفريق أهلي لو كنت أنت وصيف الدوري كنت أنت اللي شاركت بس بما أن الزمالك هو اللي كان وصيف الدوري فمن حقه أنه هو يشارك فيه أبطال الدوري سنة 1984 وإذا مالك قدر بمجهوده يفوز بالبطولة دي البطولة الثانية سنة 1986 تعال نشوف إلا حصل في جدول ترتيب الدوري العام سنة 1984-85 هلأى أن الأهلي هو كان بطل الدوري ومع ذلك تأهل إلى كأس أفريقيا أبطال الكوس وإذا مالك كان الوصيف ومع ذلك شارك في دوري أبطال في كأس أفريقيا للأندية البطلة لأهلي شارك في أبطال الكوس لأن الأهلي فاز ببطولة 84 وفاز ببطولة 85 وبمحد إرادته محدش أكبره حب أنه هو يشارك في أبطال الكوس علشان يحتفظ بالكأس وفعلا هو فاز ببطولة 86 ويشارك بمحد إرادته محدش أكبره ومع ذلك الزمالك بما أنه فاز ببطولة 86 دي الدور يعني 86 دور الأبطال لن الزمالك لا هو فاز بكأس كأس كأس 86 صحيح يعني هو فاز بكأس كأس 84 85 وشارك في بطولة كأس كأس 86 وفاز بيها هو بمحد إرادته شارك علشان الميزة اللي كانت موجودة أن أنت لو فست ثلاث بطولات تقدر تحتفظ بالإيه؟ بالكأس بالكأس والزمالك علشان كان هو وصيف الدوري شارك برضو في دوري الأبطال أو اللي هي الكأس أفريكي للأنديال البطلة هل مثلا لو الزمالك كان التالت والإسماعيل هو التاني والزمالك شارك في دوري أبطال هنقول ساعتا أنه أخذ حاجة مش حقه صحيح بس الزمالك بما أنه هو وصيف الدوري فمن حقه وهو عدى ركز أنه هو من حقه ما خدش حاجة مش حقه شارك في دوري أبطال كأس أفريكي للأنديال البطلة 86 وفاز بيها جميل تعالوا بقى نتكلم على البطولة الأهم بطولة كأس أفريكي للأنديال البطلة سنة 1996 ماشي كلنا طبعا فاكرين أحداث الصوبر الأفريكي ما بين الزمالك والأهلي سنة 1994 وده 93-94 واللي شارك فيه نادي الزمالك ضد النادي الأهلي والأحداث اللي حصلت فيه الأحداث اللي حصلت فيه بنان على الأحداث اللي حصلت فيه واعتراض إداريين الأهلي ضد مرائب المباراة وحكم المباراة الكاس علشان الكاس أصدر ضدهم عقبات فرئيس النادي الأهلي وقتها هدت بالانسحاب وبناء على تهديد رئيس النادي الأهلي بالانسحاب عقب والركز في كلمة عقب بالإيه؟ بالعدم المشاركة في البطولات الأفريقية سنة 95 ده المشاركات الأفريقية يعني كل المشاركات الأفريقية 95 و 96 و 97 فالأهلي ما انسحبش من 95 و 96 و 97 هو الأهلي عقب صحيح هو بيتصدر دايما للجمهور هناك إن الأهل انسحب في الزمالي شارك يعني هو إيه؟ إحنا سيبنا الزمالك يشارك لا إحنا لو قلنا الوقع كاملة إن حدثت أحداث في المباراة وبالمناسبة الأحداث اللي بتتصدر أو اللي الناس بتتكلم عليها اللي حصل في المباراة هو بيتكلمه بس على لقطة الكابتن أشرف يوسف مع كابتن محمد يوسف وإن ده الكابتن محمد يوسف ما يستحقش لإيه الطرد في هذه المباراة مع إن الكابتن محمد يوسف في اللي تبليقات إستحق الطرد قبلها بنص ساعة كذا اشتراكوا بيدربوا لا لا ده أنا عايز أقولك إن حتى الوقع دي إن الكابتن محمد يوسف في عدة لقاءات تلفزيونية قبل كده هو اعترف فعلا إن هو ضرب الكابتن أشرف يوسف بس هو كمل الجملة إن الضربة ما تستحقش طرد بس الوقع الضربة حصل مش ده المهم عايز أقولك إن في بداية المباراة تدخل عنيف من الكابتن محمد يوسف ضد الكابتن حسين عبداللطيف وعايز أقولك إن الكابتن حسين عبداللطيف في الوقع دي قعد فترة كبيرة جدا وقدامنا الفيديو هو دي التدخل بتاع محمد يوسف ضد الكابتن حسين عبداللطيف وحصل إصابة للكابتن حسين عبداللطيف وعلى أثارها بعد عن الملاعب خمس شهور ويسافر ألمانيا طبعا وقع تستاهل الكارت الأحمر عايز أقولك المفاجأة إن ما تحسبتش فاول أصلا القرى دي القرى دي ما تحسبتش أصلا فاول وعايز أقولك إن الكابتن محمد يوسف بعد مباراة الصبر الأفريكي بين الأهل والزمالك الأخيرة دي كان موجود على أحد القنوات بعد المباراة واعترف بنفسه إن آه فعلا إن كان فيه تدخل مني ضد الكابتن حسين عبداللطيف وما حسبش فاول إنت لو أنت بتعترض وشاف إن أنت ظلمت في اللقطة بتاعت الكابتن أشرف يوسف لا دا أنت أصلا المفروض تعترض كان يضطرد من قبلها في تدخل على كابتن حسين عبداللطيف بالضبط لو هنتكلم بقى من اللي تظلم الزمالك صحيح ليه؟ لأن الكابتن محمد يوسف كان المفروض يضطرد من الشرط الأولاني وكمل لحد الشرط التاني وعايز أقولك إن الكابتن محمد يوسف كان من نجوم النادي الأهل في هذه المباراة فلو هنتكلم على ظلم في المباراة هو الزمالك اللي تظلم مش الأهل خالص ولكن العدالة بقى يعني ربنا كرمنا بهدف كابتن أيمان منصور السوبر طبعا طبعا هدف عالمي أول قضية ما بين مباريات الأهل والزمالك طبعا بكابتن وأول مباراة يعني تبقى نهائي أو مباراة ببطولة قرية ما بين القطبين يعني تعالوا نشوف هدف كابتن أيمان منصور السوبر في جوهانس بيرج كان هدف عالمي نصر طفل مقص طبعا هو من أفضل الأهداف في المباريات الدربي ما بين الأهل والزمالك تعالوا نكمل الحكاية ونقول أن بعد عقاب العقوبات اللي أصدرها الاتحاد الأفريقية ضد النادي الأهلي خمسة وتسعين وستة وتسعين وسبعة وتسعين عايزة أقول لك المفاجأة أن التصرحات تلفزيونية لرئيس النادي الأهلي وقتها الكابتن صالح سليم الله يرحمه الله يرحمه قال أن من ضم اعتراض النادي الأهلي وتهديده بالانسحاب مش بس وقائع مش بس الأحداث اللي حصلت في المباريات الصبر الأفريقية طيب إيه ترى كان بيعترض على العوائد المادية للبطولات الأفريقية وقتها العوائد المادية بالبطولات الأفريقية وقتها طيب هل فيه دليل على كلامي؟ أن الأهلي لما عقب بالانسحاب والإقاف في خمسة وتسعين وستة وتسعين اتجه مباشرة للبطولات العربية ليه؟ لأن العائد وقتها العائد الماد وقتها للبطولات العربية كان أكبر الأكبر وعايزين قدامنا عايزين نعرض صورة للألقاب النادي الأهلي في البطولات العربية فاس بكم بطولة؟ باربعة أربع بطولات في تاريخه كله للبطولات الأفريقية البطولات دي العربية البطولات العربية البطولات دي اتحققت سنة كام؟ شارك فاز ببطولة أبطال الكؤوس العربية سنة خمسة وتسعين شارك أو فاز بالبطولة العربية للأندي أبطال الدوري ستة وتسعين وفاز ببطولة النغبة العربية السوبر سنة سبعة وتسعين وفاز ببطولة النغبة العربية السوبر سنة تمانية وتسعين يعني عايز أقول لك أن الأربع بطولات اللي فاز بيهم النادي الأهلي في البطولات العربية تحققوا في فترة عقابه بالإقاف عن المباريات إحنا بنقول 95 و 96 و 97 تعال أقول لك البطولة 98 البطولة 98 دي كان الأهلي رجع للبطولات الأفريقية هو الإقاف بتاعه كانت لحد سنة 97 ورجع للبطولات الأفريقية سنة 98 جميل عايز أقول لك أن في أثناء قيام البطولة دي كان بطولة النغبة العربية سنة 98 كان بيتلاعب كأس الأفريقية لأندية البطل وصدف أن مطش الأهلي في دور الـ 32 مع فريق البني الأسيوبي في نفس مباريات النادي الأهلي مع الشباب السعودي في بطولة السوبر أو بطولة النغبة العربية الأهلي فضل أن يبطول عن التانية فضل للبطولة العربية فضل للبطولة العربية عن دور 32 البني الأسيوبي وعايز أقول لك أنه هو لعب بالفريق الأساسي في البطولة العربية وليعب بالفريق الاحتياطي ومش بس الفريق الاحتياطي هو ما كانش كامل أصلا بطولة الفريقية ما كانش كامل أصلا عايز أقول لك لو هنتكلم على بطولة السوبر دي فمعانا صورة أن بطولة السوبر في سنة 1998 كان بيشارك فيها النادي الأفريقي والنادي الأهلي ومولدية وهران والنادي الشباب السعودي والصورة اللي بعدها هي صورة من موقع الأهلي بيقول فيها أن أخذ مشاركة للأهلي في البطولات العربية لو نستعرض الصورة اللي بعدها أن أخذ مشاركة للأهلي في البطولة العربية سنة 1998 واللي حقق فيها اللقب بمشاركة كل من الأفريقي التونسي والأهلي المصري والشباب السعودي ومندية وهران الجزائري لعب النادي الأهلي تلات مباريات فيها بتشكيل الأساسي تلات مباريات اللي لعبها في بطولة النغبة أو بطولة الصوبر لعبها بالتشكيل الأساسي وترك في القاهرة لقاء العودة أمام البني الأسيوبي الفريق الثاني وكلفوا إيه الخروج الأفريكي الخروج من أفريكي الخروج من أفريكي لأنه كان المطشي ساعته زهاب وعودة وكان المطشي ده العودة في القاهرة ويتعادل وطبعا بميزة احساسات بهدفين خارج الأرض فاز الفريق البني الأسيوبي على فريق النادي الأهلي يعني أنت نفسك لما كان عندك الفرصة أن أنت تشارك هنا تختار تختار ما بين البطولة العربية والبطولة الأفريقية اخترت نفسك البطولة العربية طيب عايزة أقول بقى على حاجة أن أنت بتقول لي أن لو أنا كنت موجود دي برضو من استكمال كلامه أن أنا لو كنت موجود في بطولات 86 و96 كنت أنا فست بها كنادي أهلي عايزة أقول لك أن أنت شاركت في 76 وشاركت في 77 وشاركت في 81 76 خرجت منها 77 خرجت منها 81 خرجت منها 82 فست بيها 83 خرجت منها رجعت لعبت 87 فست بيها وفست بيها في مباراة فيها خطأ تحكيمي ضد نادي الهلال السوداني لعبت 88 خرجت منها لعبت 90 خرجت منها لعبت 91 خرجت منها رجعت لعبت 98 خرجت منها لعبت 99 خرجت منها لعبت 2000 خرجت منها يعني إزاي بتقول إن أنا لو شاركت مكان الزمالك كنت فست بيها وإنت أصلا في تاريخ مشاركاتك في البطولات الأفريقية في القرن اللي فات في القرن اللي فات من سنة 96 76 ده أول مشاركة لك لسنة 2000 إنت شاركت في 12 مباراة فست ب2 بس شاركت في 12 بطولة في 12 بطولة فست ب2 فست ب2 بس منهم بطولة ضد نادي الهلال السوداني وبالمناسبة حدث الأهل ساعتها كان هو المزيع بتعلقه اللي حصل فيه الكلام ده صحيح وبالمناسبة المزيع ده هو فاز ده البطولة الوحيدة الأفريقية اللي فاز بيها كدوري أبطال وفاز بيها بخطأ تحكيمي فإحنا نحمد ربنا أصلا إن زمالك شارك في 84 و 96 و 86 و 96 وشارك عن جدارة شارك عشان ده حق وده اللي أنا عايز أثبته النهاردة إن زمالك ما خدش حاجة مش حقه هو الزمالك خد حقه فكرة بقى إن أنت مثلا يروج للجمهور يعني أفكار الناس مش هترجع وراه بس إحنا بنرجع والمستندات موجودة وده دورنا ده دورنا إحنا إعلام زمالك في قناة نادي الزمالك دورنا الأساسي هو الدفاع عن نادي الزمالك طالما بنتكلم بالعقل والمنطق فده دورنا وده الواجب اللي إحنا نعمله الزمالك ما شاركش وما خدش حاجة مش من حقه وما حدش أكبرك على حاجة أنت عملتها أنت لو أنت تركت كأس أفريقيا للأندية البطلة وشاركت في كأس الكؤوس علشان تحتفظ بالبطولة التالتة على التوالي فده حقك اللي يحصل بعد كده ده مش بتاعك صحيح اللي يحصل بعد كده أنت خلاص أنت خدت دورك اللي يحصل بعد كده ده مش بتاعك الزمالك فاز بتعبه ومجهوده وإصراره فاز بالبطولة فده حق الزمالك نصر شرفتني ونورتني سعيد جدا بوجودك معنا لأول مرة إن شاء الله مش تبقى الأخيرة مبروك لنا الزمالك النهاردة بداية قوية جدا سعيد جدا بوجودك معنا تسمحني في جملة أخيرة أقولها في نص دقيقة أحد المسؤولين في الأندية كان شغال مدير كورة والوقتي بنشوفه على الشاشات بقله كذا يوم كده أو بيطلع على شاشة كل همه الشاغل هو التجديد زيزو زيزو هيباوز قط اللبس زيزو ما يستحقش مئة مليون هو خلي بالك الرقم ده يعني فرقع كده مش موجود مش موجود ومحدش قاله ويعني هو رقم بيتفرقع كده عشان يهيج الرأي العام الكوروي بالضبط من قطر كلامه على زيزو هو شكتني أنه هو فعلا عايز مصلحة الزمالك فأنا عايز أقولك أن موضوع تجديد زيزو هو كل اللي يهتم بالموضوع زيزو المدير الفني رئيس نادي الزمالك وجمهر نادي الزمالك هما دول بس المفروض يهتموا بأمر تجديد زيزو أخيرا أنا كنت سعيد أن أنا كنت معاك ويا رب يكون قدمنا حلقة لطيفة وطبعا هختم كلامي بالجملة اللي بيختمها رئيس نادي الزمالك دايما عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر شررتنا ونورتنا انتهت حلقتنا من زيزو مالكاوي على بلقان إن شاء الله في حلقة جديدة من زيزو مالكاوي إلى اللقاء